أكدت إيران رغبتها بتطوير علاقتها التجارية مع روسيا والاتحاد الأوروبي في آن واحد بعد إلغاء العقوبات المفروضة عليها وقد أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني دخول علاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي مرحلة جديدة بينما يبدأ رئيس الوزراء اليوناني أليكس تسيبراس زيارة إلى طهران لإجراء مشاورات بشأن تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي أعلنت الخارجية الإيرانية أن الرئيس الوزراء اليوناني أليكس تسيبراس يصل اليوم إلى طهران على رأس وفد سياسي اقتصادي لبحث سبل التعاون وتطويره بين البلدين في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي الإيراني وسيزور تسيبراس طهران على رأس وفد سياسي اقتصادي تجارية لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين إلى جانب توقيع عدد من العقود المشتركة بين طهران وأثينا وأشرت مصادر إلى أن هذه الزيارة التي تأتي بعد دخول خطة العمل المشترك الشاملة حيث التنفيذ ستستمر لمدة يومين وستبحث طرق التعاون المشترك في عدة من المجالات كما أشرت إلى أن المحاور الأساسية التي ستتناولها هذه الزيارة هي السياحة وصناعة الأدوية وتمكين العلاقات الثقافية والعلمية بين البلدين ويدم الوفد خمسين شخصية اقتصادية إلى جانب وزير الخارجية اليونانية ووزير البيئة والطاقة ووزير المالية ووزير السياحة والتنمية من جانب آخر أعلن مستشار الإمام الخامنائي للشؤون السياسية علي أكبر ولايتي في ختام زيارة له إلى روسيا أن علاقات بلاده مع روسيا تدخل مرحلة استراتيجية وأن تعاون في مجال الدفاع بين البلدين يستمر في التطور ولدى إيران رغبة في شراء كميات إضافية من الأسلحة من روسيا وترغب الحكومة الروسية في الاستجابة لمثل هذه الطلبات وفي شأن إقليمي أعلنت الحكومة الإيرانية أن الربط السكيكي بين مدينتي مشهد وكربلاء المقدستين يعتبر من أهم أهدافها وتأمل إيران تحقيق هذا الأمر حتى موسم الأربعين القادم لكي يتمكن زوار كربلاء المقدسة من الذهابي لزيارة مرقد الإمام الحسين عليه السلام بالقطارات